فكرة عاطف أوريدي أوريدي من بدر جداً من شهر لأن أنا موجود في طاقم تحليل أون في دور المحترفين فاتفرقت كتير قوي عليه تفرقت كتير قوي وكان حظي أن الولد ده كل ماتش ألوح ألاقي طنطة ألاقي طنطة ألاقي طنطة فاتفرقت عليه كويس زائد لأن أنا أوريدي قلت لهم يا جماعة خلوا تيمي لسكاوتين كمان يتفرق أنا شاورت لكم على حسب رؤيتي شوفوا بقى أرقامه وتفاصيله وبتاعه مع التيم اللي عنده على فكرة في خمس أسماء مع كابتن حسين من ترشيح طريق السايد جي منهم اتنين محمد عاطف ومين؟ مفيش مشكلة محمد عاطف وزياد كمان لأن زيادة ما استغلت معاه في المصري وشفته ولما راح أمبي من اللعيبة اللي أنا معتقد في دماغي أنه هو يبقى من أفضل لعيبة في مركانه في مصر إن شاء الله بإذن الله حتى يمكن زيادة لما ترشح كان فيه أربع أسماء موجودة معاه ونادي الزمالك بيشتغل دلوقتي بسيستم مختلف اللي هو إيه أنا في كل مركز بجيب أربع أسماء ممكن أعرف أخلص ده يعني كان تارجة نمرة واحد شحاته وصابر صابر معرف نادي الزمالك معرفش يجيبه فدور على تارجة نمرة اتنين خلص شحاته وخلص زياد عارف أنت إيه أنت دماغ الزمالك مثلا كان في العيب تاني معرفش يجيبه في مركز عاطف فلقى التارجة التاني نمرة اتنين ده شغل هو ده الأساس بتاع الشغل اللي أنت بتحط لنفسك حل واثنين وثلاثة وفي الآخر بتختار الأفضل أو بتختار اللي أنت ممكن ما ممكن في صفقة أفضل بكتير جدا أنت عايز تجيبها بس قريدي غالي عليك جدا يعني اتعرض على نادي الزمالك وعلى فكرة مجلس دارة نادي الزمالك كان بيفكر بشكل جدي الفترة الأخيرة دي آخر أسبوعين أن يجيب مسات كويس بس عنده مشكلة إيه هي الطلبات المغالقة فيها قوي قوي من الرأساء الليندية اللي بيطلبوا منها للعيبة دي فقريدي معرفتش تجيب فبتحاول أن انت الحمد لله لوينش رجعلك وإن شاء الله تبقى صابته خفيفة ما تبقاش حاجة كبيرة نتمنى من ربنا كده إنما في الأول في الأخر أنت حاولت واتكلمت وحاولت وقتلت أن انت تجيبها من تاني كان نفسك يبقى موجود في الزمالك من أسماء اللي أنت كرشة يسري وحيد يسري وحيد اللعيبة اللي أنا بقول إنها تبقى لها شأن كبير جدا في الكرة في مصر وعطاك الزمالك حاول برضو إيضا مش بقولك فيها أسماء ترشحت والأسماء دي كانت قريدي تحت إمرت نادي الزمالك ومضيين رغبة في نادي الزمالك وكابتان أحمد سليمان مدى مصر كلها يعني هو طلع مرة في التلفزيون قال لك أنه أنا مستغرب أن فيه لعيبة الامج بتاع نادي الزمالك رجع تاني أن فيه لعيبة كتير قوي في مصر عايزة تيجي نادي الزمالك لأنه فعلا لما كان بيتكلم لعيبة ييجي يمضي رغبة في ثانية في مينت وكتير قوي مضيين في نادي الزمالك رغبة بس قريدي فيه مشاكل في تخلصهم أو مغالاة شوية في تخلصهم فالموضوع ما كانت سألك بصراحة هل رشحت صلاح محسن للزمالك لا ما رشحتهش لا لا ما تسألتش عليه لا خالص لا 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 أحدش تكلم في نادي الزمالك أعتقد صلاح محسن خالص ده كلامك مجرد كلامك لا لا ما حدش تكلم فيه ده ده اللي أنا عرفه اه اللي تعرفه اه مواكد وراء الكواليس أنا معرفش يعني ممكن فيه حاجات كتير قوي يعني مثلا ما هو في الأول في الآخر أنا مش قاعد على التربيزة فهم يعني أنا ايه أنا برشح لا ده أنا برشح من بعيد يعني فيه خدوا بالكو يا جماعة هنا فيه حد كويس بيلاقوه كويس فعلا فبيبتدي يتعاملوا معاه ويتفعلوا معاه بناءة على ايه برضو نادي الزمالك ما بيشتغلش مش عين كريم بس هي اللي بتشتغل يعني لا ده فيه تيمي سكاوتينج ده فيه بيتسقل ناس كتير جدا من ولاد النادي يعني فيه لعبة أنا ما رشحتهاش تساعلت فيه طبيعي ان انا هقولي وجهة نظري في الآخر انت تاخد به ما تاخدش به براحتك انت المسؤول بس ايه عشان كده جبتلك الصورة قلتلك الصورة مجرد مجرد ان انت بتلم الناس حواليك دي حاجة كويسة جدا والرموز الكبيرة زي الدكتور كمال والاسماء دي ده من اعظم رأسان الاندي اللي جات في تاريخ نادي الزمالك دكتور كمال درويش ان هو يقعد في الصف الاولاني ورئيس النادي يقعد في الصف التاني دي حاجة كبيرة